اشتركوا في القناة اقولكوا على واقع حصلت غريبة شوية ودايقتني انا او مش دايقتني يعني دخلتني في مود مختلف تقريبا البرنامج ده كان معمول علشان نحل مشاكل قانونية ونبتدي بحل المشاكل القانونية دي فاستجابة لحلها فقلنا طوال الاسبوع كان في ضغط اتصالي على القناة فالقناة اختارت ان يكون رقم تليفوني الشخصي موجود رقم تليفوني خاص بينا موجود دايما على الشاشة عشان اقابل المشاكل اللي انه مفترض انها يكون قانونية فقط فجاية الاسبوع اللي فات بمكالمات مش هقولك والله هزت مشاعري يمكن خلتني ابكي مالاش اي علاقة بالقانون والمشاكل القانونية مشاكل اجتماعية مشاكل مادية مشاكل صحية المفروض انه شأن البرنامج الطبيعي ان احنا نرد نقول لا ده مش مجالنا مش خططنا مش هدف البرنامج فرجعت كلمت المسئولين والعاملين في القناة والمسئولين عن ادارة القناة طولهم الوضع واحد اتنين تلاتة انا تقريبا تليفهم ما بيسكتش من مشاكل احداها قانونية والاخر اه اجتماعية اجتماعية باحتها يعني مش عايز اتكلم تحديدا عن مشكلة هي اللي هزت عصابي ومشاعري انه يعني بعض الناس في حاجة ومديونية وتعصر ومشاكل صحية والله العظيم خلتني ابكي فرجعت تاني قلت لهم والله يا جماعة في مشاكل كتير قالوا ليه ما نساعدش عندك القدرة وعندك الاستعداد قلت لهم انا بتمنى قالوا لي واحنا كمان معاك قلت لهم طب نعمل ايه قالوا ان انت مؤهل بدا واحنا عندنا في القناة الصلاحية بدا بان احنا نتقبل اعانات ونساعد الناس قلت لهم طب يلا قالوا لي طب دا هتطلب فريق عمل قلت لهم المتطوعين كتير واهل الخير في مصر كتير قوي قالوا لي طب نبتدي الاسبوع اللي فات اشتغلنا على القصة دي مش عايز اقول لكم حجم الناس المتطوعين اللي جالنا وطلب انه يساعدنا منهم عايز يساعد معنويا منهم عايز يساعد ماديا قلنا نقن الموضوع اكتر الموضوع بقى يكبر خلاص احنا دخلنا في مرحلة تانية وفي حتة تانية قامت القناة قالت لنا لأ يلا نقنن وديت لنا جامعية مؤسسة هي مؤسسة صلة للاعمال الخيرية قالت احنا نتبنى دا بشكل قانوني عشان كل واحد يروح له حقه بعد التحري ان احنا نتحرق الدقة في انه الشخص فعلا اللي بيتصل بينا ومحتاج المساعدة محتاج ان احنا قدينا تكون في ايده لازم نروح نستعلم عن دا انه الطوعين قالوا احنا اللي هنستعلم الجامعية قالت احنا اللي هنتبنى الفكرة تولدت من النهاردة وقبل شهر الخير ربنا اعيده علينا وعليكم بالخير يا رب دايما هنبتدي مع بعض اول بزرة في المساعدة ان احنا نساعد بعضنا وفي انه جامعية صلة تتبنى هذا الموضوع هيظهر على الشاشة بإذن الله الرقم الحساب بتاع الجامعية اللي هي معتمدة وهتكون الحسابات والرعاية القانونية والمسئولية عن طريقها مش عايز اقول لكم قد ايه فرحتي بالموضوع طولت عليكم لكن موضوع يحتاج دا محتاج المساعدة محتاج مننا كلنا اكيد كلنا محتاجين ظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة رقم حساب المؤسسة صلة الخيرية اللي هو 10-18-4 على حساب بنك فيصل فرحة 6 اكتوبر كلنا كلنا محتاجين نساعد كلنا داخلين في شهر الخير شهر الصدقات زكاة كلنا بإذن الله نكون ايد واحدة نساعد بعض ربنا يكرمنا على فعل الخير لكل الناس ما تعرفوش ان ممكن ان احنا نساعد حد ربنا يحللنا مشاكل كتير قد يعني مش كلنا عندنا مشاكل مادية لكن في ناس عندنا مشاكل اجتماعية طب ساعد ماديا مشكلتك الاجتماعية تتحل هي الدنيا كده يعني هي الدنيا تخلقت على كده على المساعدة احنا عايشين في دنيا مربوطين كلنا البعض بابتدي من النهاردة ربنا اكرمنا واعلنت دلوقتي عن المؤسسة اللي تبنت ده نبتدي بقى ونرجع تاني لمواضيعنا مواضيع برنامج دفتر احوالي الرئيسية على وهي حل المشاكل المجتمعية والقالونية للمجتمع المصري هنستكمل النهاردة لقاء وعدنا وعدنا المرة اللي فاتت ان احنا نفرش وراؤه هنشوف وصلنا لإيه تقريبا عدى ده خامس اسبوع انا بعد بعد ليه عشان نعرف احنا وصلنا فين نعرف القناة والبرنامج هدفه اللي اتعمل عشانه بيوصل ولا ما بيوصلش فعشان كده انا بعد ومتحفز يمكن متحفز كمان اكتر من اصحاب الشأن اكتر من الضحايا اللي كان المسمى الطبيعي والفعل ليهم هم الضحايا اللي هم ضحايا نقابة الصيادلة جماعة الصيادلة هنشوف مع بعض بعض الفاصل نشوف التقرير مع بعض واخر ما توصلنا إليه ونرجع زي ما عدتكوا نفرش ورقنا اراكم بعض الفاصل ومرة تانية من خارج قاعات المحكمة محكمة عبدين تحديدا لنا لقاء المراضي مع الدكتور عاطس سالم المسشار القانوني للضحايا وحاجزي نادي الصيادلة أهلا وسهلا أول بحيط برحب أهلا بيكو أنا برحب بالقناة وشاكر جدا لمساندة القناة للناس المظلومة دي اللي حصل النهاردة النيابة العامة طلبت الناس اللي عملت محاضر وعددهم لحد الوقت في نيابة عبدين أربعين واحد والباقيين عملوا محاضر في مدينة ناصر وجاء استكمال المحاضر شايف العدد دكتورة والحاجزين وراء صيادتك هم جايين بنفسهم النيابة العامة طلبت مشكورة يعني طلبت أنها تاخد أقوالهم حضرت الأستاذة محامية النادي وقدمت طلب أنهم مستعدين للتصالح تبقى المادة 18 مقابل رد فلوس الحاجزين احنا الحقيقة رفضنا الطلب ده لثلاث أسباب أولا دي مش جنحة عادية دي جنحة استلاع على أموال النادي تبقى النص المادة 82 قانون الجامعة الخارية 70 لسنة 2017 تاني حاجة هم عايزين يدوني شكات من أمين السندوق وإحنا عندنا الحقيقة سابقة اتنين من أمناء السندوق محبوسين دلوقتي أواخدين أحكام جنائية لإصدار شكات بدون رصيد على ذات السندوق الحاجة التالتة هم بيشترطوا علينا إن احنا نقدم طلب الفسخ ويعرضوا على التضامن وبعدين يرجعوا يكتبوا لنا الشكات النادي فيه 20 لبناء عليه فاندم لازم يتم فتح الحساب النادي فيه 20 مليون وإحنا كل القصة إن الحساب الجمب بعد عناء شديد والتضامن استجابت بعد الصراخات كتير من المظلومين فمجرد ما نقدم الطلبات دي هيتغضوا على التضامن لفتح الحساب الشركة معاها شكات سابقة صادرة من أمين الصندوق الأستاذ السوداني هيسم السوداني الأستاذ السوداني الأستاذ السوداني بعد تغيير الأستاذ هيسم عبد العزيز وبالتالي بمجرد ما يتفتح الحساب الـ 20 مليون هيتحولوا لحساب الشركة وسعيتها ما ماخدناش حاجة عمشة طيب قل لنا دكتور عاطف التقريب إن كان رد النيابة كان النهاردة لسه منتظرين رد النيابة لكن النيابة أكدت لنا إنها خصم نزيق وأمين على حقوق المجتمع وأمين على حقوق الضحايا ولن تسمح أبدا إن الناس تستولي على فلوسهم إحنا لن نقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت فلوسنا كاش تحت إشراف النيابة العامة بنفسها بالفوائد فاند مصاح؟ بالفوائد دي فيها كلام بالتعويض اللازم لأن الناس دي أحلام شباب ضاعت أنا دي أعمانة في رقابتي ومقدرش أضيعها وأنا شايف إنه بعض الدكاترة حضروا معنا ونجدوا السيد الرئيس في ده ونجدوا الدولة ومؤسساتها اللي كلنا نصق فيها في إنهم عايزين حقهم بس يرجع مش عايزين أكتر من حقهم شكرا لك الدكتور عاطف ونورتنا ولينا لقاء بقى مع بعض الضحايا وانتبع الأمر رجعنا لكم مرة تانية بس ما رجعناش المرة دي لوحدنا رجعنا معانا المتحدث القانوني والمسؤول الأول عن إدارة الأمر القانوني للصيادلة أو للضحايا الدكتور عاطف سالم إزاي حضرك الأول؟ أهلا سالم أهلا بكل السادة مشاهدين وشاكرين مرة تانية لتبنى القناة لموقف بعض المظلومين في المجتمع عايزة أقول حضرك إن أنا زي ما قلت قبل الفاصل الموضوع بالنسبة لي مش هقولك شخصي أو لا هو هدف البرنامج وهدف البرنامج إن إحنا نوصل بالحقوق لأصحابها فعشان كده أنا كنت أكتر المتحفزين لده يعني أنا متحفز حقيقي إن إحنا نوصل قول لنا كده وصلنا لأي حاجة؟ هو النهاردة حصل بعض التطور كان النادي آخر مرة عارض علينا إنه الناس تاخد شكاتها بالتقصيد والناس تحت ضغط حاجتها الشديدة لفلوسها وعدم سقطها في الشركة ولا في النادي بعد أنا هقطعك للحظة أنا آسف يعني أنا بس عشان كل اللي ما شفناش الحلقات اللي بقية أول اللي بيشوفنا الأول مرة حابب أوضح الأمر من أوله بس في عجالة ألا وهو إنه الصيادلة قدموا على شؤة تابعة لجماعية نادي الصيادلة جماعية خيرية اسمها جماعية نادي الصيادلة حجزوا ودفعوا مقدمات قاعدوا يدفعوا أقصات لمدة سنة تقريبا سنة ونص سنة ونص المشروع مفيش ترخيص لي لحد اللحظة دي لحد وقتنا هذا مفيش ترخيص إجمال المبلغ المتفوع 100 مليون 100 مليون 100 مليون جنيه وبعد كده قالوا طب إحنا عايزين يقيم مشروع يقيم الفلوس رجعوا للجماعية الجماعية قالت لهم لا ده أصله هو عند شركة جولدن شركة جولدن قالت أنتم متعاقدين مع الجماعية حصل كر وفر زي ما بيقولوا في الآخر إنه مفيش حد بيوصل حق الأصحابه لجعته ربنا سبحانه وتعالى وللقضاء ثم لنا حصل فدلوقتي وصلنا لإيه بقى دلوقتي آخر حاجة النادي عرضها إنه هنرجع الفلوس بس بالتقصيد هندفع المقدم في شيك عاجل ثم هندفع للناس الفلوس هندمج كل شيكين في شيك واحد أو كل إستيم في شيك واحد ونرضوهم بنفس الطريقة الدفع لإنه فيه في النادي 30 مليون والجواب اللي طلع من التضامن كان صريح بعدم صرف أي مستحقات لشركة جولدن إلا بعد صدور الترخيص هو كل شهر بيقول لنا الشهر اللي بعده من سنة ونص آخر حاجة على النادي إنه إحنا 30 خمسة وطبعا 30 خمسة توقع إنه يكون رمضان يقول لنا الناس ما بتشتغلش في رمضان يبقى 30 ستة والله هو هنا في نفس المكان تقريبا نفس المكان اللي أنا كنت قاعد فيه تقريبا كان فيه وعد بخلال شهر أو أيام كم ساعات وبعدين أيام إحنا نتمنى إنهما يردوا إحنا بنحاول نكلمهم ونتواصل معهم لكنهم يعني إحنا جاهزين جاهزين دائما في أي لحظة إحنا في الآخر لسنا تجار كايد ولا محترف خصومة إحنا لا نبغي إلا وجه المال عز وجل ثم حقوق الناس أي طريقة هتوصلنا لحقوق موكليننا هنسلكها كانت الطرق الودية هنسلكها كانت القضاء هنسلكه سوف نستمر في هذا الأمر لحد أقصى درجة إذا تطلب الأمر إحنا نشيدنا أكتر مرة السيد الرئيس للتدخل وهنجده تاني وتالت وهو وراء الدولة المصرية بالناشت وزيرة التضامن إنها تتدخل وتقضي على الفساد اللي عندها في الوزارة اللي وصلنا للمرحلة دي جمعية خيرية بدون أي رقابة مجموعة من المرتزقة بيبدله كراسي موسيقية وبيلعبوا بأحلام الشباب إحنا ما عندناش خصومة مع حد ما عندناش خصومة مع الشركة ما عندناش خصومة مع أشخاص النادي إحنا عندنا قضية عادلة هنوصل فيها الأقصى مدى ولازم نحصل على مستحقات النادي الناس اللي خادت الفلوس دي وبانت فيلال في المنصورة وخلافه لازم من رأي العام يبقى عارف فلوس الناس بتتسرق بتروح فين الناس دي بعضهم مرشح النهاردة لانقبط السيادلة علشان يمثل السيادلة ده كلام مش منطق إن فلوسهم تتسرق وبعدين ينتغبوا لسرق فلوسهم كمان أما كان الأمر الوضع الحل اللي احنا وصلناه والله أنا شايف إن احنا ابتدنا بالفعل الحمد لله بالتوصيل بس حابب بمناسبة المقدمة الجميلة اللي حضرك قلتها في القصة دي والدفاع اللي أنا شايفه شخصي ومستميد حابب أشكرك بصراحة تقول لي طب شمعنا أقول لك أنا عارف دايما طبيعة المحامي إنه عنده شغل كتير وموكلين أنا شايف سيادتك يعني ولك الشكر وحابب أشكرك على الهواء بصراحة ده دكتور عاطم انت شبه متفرغ للقضية خدت القضية بمحمل شخصي دفاعاً الناس عن ضحايا ما خدوش بشكل فردي أو بالعكس فحابب أشكرك نيابتاً عن كل الصياد صيادت مصر الجد هم من أكتر فئة مصقفة في مصر أنا أعلم ده جاهدة هم من أكتر فئة مصقفة في مصر حتى الناس اللي النهاردة صرفت أو استلمت شكاتها وفي بعض الناس ستتوجه يعني هيرجعهم زي ما أخدهم في خلال سنة ونص بالزبط يعني زي ما أخدهم في سنة ونص هيرجعهم له في سنة ونص نفس القيمة نفس القيمة لغينا موضوع خاص من 15% هيصرف فوراً المؤدم ثم بعدها المؤدم اللي الدفع المؤدم اللي الدفع وبعدها في شهرين هيصرف أول استين استين آه يعني كل شهرين استين هو كان بيتفع كل شهر است هو جمع له كل استين في شيك واحد وأخره يعني است واحد واثنين بصرفه اتنين هي هي لأ كان المتوقع انه است واحد واثنين يصرفه في واحد مظبوط است واحد واثنين بصرفه في اتنين هو عمل كده بواقع انه اداله المؤدم اداله المؤدم وهو البلك الأكبر يعني هو الجزء الأكبر الفكرة اللي احنا بناشت بقى فيها وزيرة التضامن الاجتماعي احنا خلاص رضخنا بعض الناس رضقت الحل ده لان احلامهم كشباب ضاعت احنا بناشت وزيرة التضامن تكون هي شخصيا حريصة على الرصيد اللي في البنك إنه متحولش من النادي لشركة جولدن وبعدين تطلع الشيكات دي ابن الرصيد ونخش ده معناها إنه الجماعية متحكمة وإلى الآن تقدر تتحكم الجماعية هي تمثل المشروع الجماعية والنادي هم الطرفين طبعا مفتوح ما فيه القيود اللي على دي هو القيود الوحيد اللي طلع من التضامن الاجتماعي قال مع التنبيه على مجلس الإدارة الحالي بعدم صرف أي شكات لشركة جولدن خلاص خرجنا جولدن من الموضوع الترخيص طب خلاص خلينينا نهينا دلوقتي النهاردة يعني الجمعية النادي السيادلة اللي منشأة ورئيس مجلس الإدارة طب النهاردة ممكن إيه قدر يسحب من التلاتين مليون الموجودين خمستاشر مليون يا درامل اي حاجة طب فين بغياب تام لأي ركابة طب عملنا إيه قانوني طيب لده ما عملناش حاجة قانوني إحنا في الآخر بنتوجه لوزارة التضامن بنجي التعنط من موظفين التضامن بإدارة عبدين بالبلد كده متواطئين مع الإدارة مش عايزة أقول تواطئ يعني مش عايزة تايم حد في غيابه مش عايزة تايم حد في غيابه يعني إحنا اللي بنطالب بيه النهاردة هو وإن كان وصل حتى اللفظ التواطئ أو ده يعني على ذات حضرتك بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي بنحقق يعني يرد على ده أصحاب الشيء اللي بنحقهم وإحنا جاهزين برضو بعض أعضاء مجلس الإدارة عامل محاضر تزوير ضد إدارة عبدين للتضامن الاجتماعي والمحاضر موجودة في النيابة لم تفصل بقراره طب أنا حابب أعرف رأي الصيادلة إيه والحاجزين يعني أنت قلت لي بعضهم وبعضهم بعض الصيادلة عنده استعداد إنه بعد الرحلة المريرة دي ياخد فلوسه ويستسلم الأمر والبعض الآخر شايف إنه دي آخر أمل لي وفلوسه ما تجيبش أي حاجة النهاردة فعايز يكمل المشروع لكن حتى اللي بيحاول يكمل المشروع الشركة النهاردة بتضغط على الناس وبتقول لهم اللي هيكمل المشروع هيتفرد عليه الزيادة 10% أو 20% أو 30% إحنا اللي هنحددها المشروع مش هيتسلم في مواعيده الأسعار اللي إنتوا اشتريتوا بيها ما تحلموش إن إنتوا تستلموا بيها وأنا بقول للحاجزين على الهوى الكلام ده لا صلة له بالقانون الشركة ملزمة بتنفيذ التزاماتها وإحنا مع الناس لحد آخر واحد هيستلم شيكو وآخر واحد هيستلم شايتو بالمواصفات المتفق عليها ولو استدعى الأمر إن إحنا نرفع عضية إفلاس لحل الشركة وحبس أصحابه والله أنا شايف إنه كلامك يعني قضيت على الأمر كنت لسه هسأل حضرتك وهقولك هتعملوا إيه في القضايا فإنت رضيت علي يعني القضايا مستمر لحد آخر جنيه ده إعلان صريح من الصيادلة والحاجزين إنهم مستمرين مستمرين في محاربة الفساد إلى أن يتم صرف آخر جنيه ليهم بالظامر سلام مزبوط؟ مزبوط طب الصيادلة بقى النهاردة اللي هيستمره هيستمره في باقي ده هيستمره طبعاً أبداً لن ندفع للشركة اللقصات المتأخرة نتيجة تأخيرها لا لا تسمعني اسمعني أنا كنت أسألك النهاردة أنا مثلاً صيدالي وقلت لا أنا عايز أكمل مع الشركة هل يحق لي في أي وقت أقدم طلب واسترداد فلوسي ولا ده مقترن بمرحلة النهاردة لا 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 يعني ده وكأنه عرضي يعني يحق لي في أي وقت طالما الشركة مؤثر في تنفيذ التزاماتها لكن إذا الشركة بدأت في تنفيذ التزاماتها والرخص طلعت وبدأنا نبني في المشروع بناء جدي لا أرجع تاني عشان بس يعني أنبه كل أصحاب الشأن وأعرف حتى الصيادلة حقهم في ده النهاردة إحنا في شهر مثلاً خمسة تمام الناس قدمت طلبات بأنه هما يستردوا فلوسهم تمام ده متاح في كل الشهور ولا مجرد شهر خمسة أعلنت الجمعية فأجي شهر سبعة لا 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 لقيت الرخص ما تمتش عايز أسترد يقول لي لا ده خلاص مش هينفع لا 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 متاح تحت ضغط وإشراف النيابة العامة جميل طالما أن الشركة والجمعية مخلة في تنفيذ التزاماتها ذكرتلي الجمعية تم تيجي بقى عايز أكلمك عن الجمعية مجلس الإدارة إيه اللي تم أنا متدخل معاكو شوية في الأمر وشايف إنه الجمعية زي ما قلنا قبل كده مسبقاً في الحلقة القبل اللي فاتت قلنا هي لعبة كراسي موسيقية ده حقيقة عملنا إيه كسيادلة عشان نسيطر عليها نسيطر على مجلس الإدارة نكون منها نكون أطرافها أنا بتكلم بالسان الصيادة الجمعية الحقيقة كل أعضاء هوم 41 عضو بيقبل مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لهوا الشخصي كل خامسة بيتجمعه وبيسيطره على مجلس الإدارة وكل شخص في مجلس الإدارة ده بيدعي إنه بيخدم فقط السيادلة ليس أكثر بعضهم بنى فيلال بـ 7 أو 8 مليون في بلده كان جاي مجرد صيدالي ما عندوش أي حاجة بعضهم الحقيقة ساعة فعلية لخدمة الناس لكن تحارب وتشال تدخل وضغط عليه زي مجلس الإدارة اللي فات اللي عملنا الملحق إحنا ما بنقولش إن حد بص المجلس ده ما فيهوش حد ما غلطش الحالي ما هو المجلس الحالي هو المجلس السابق هو المجلس تسعى ما بتغيرش لكن خطأ عن خطأ بيفرق لكن لعبة الكراس الموسيقية خمسة بتصعدوا واربعة بينزلوا المجلس ده بأكمله التسعى ما فيهوش حد ما غلطش المشروع ده من أوله لآخره الجهاز المركز المحاسبات قال ده مشروع فاشل والجمعية تورطت فيه وده مش دور الجمعية وقال يجب أن يحال من قام بهذا المشروع للنيابة العامة لكن فيه فرق بين خطأ بني على واقع أنا اضطريت أغلط فيه يعني أحد رؤساء النادي اضطر على حسب كلامه لما جيه أنه يلاقي واقع فاضطر يتعلموا على الشيء ما تكلمني بالأسماء يا دكتور عاطف الدكتور أبو عبل لما سألناه حصل وحضر معنا الدكتور أبو عبل بصراحة لكن هو النهاردة اعتصل لأنه قال أنا خارج القايرة وما أدرش آجة أنا عرفت أنه عنده ظرف اللي هو رئيس مجلس الإدارة الأصبق 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 والصابق السابق السابق قال أنا قلنا له ليه عملت ليه كملت المشروع ده وليه عملت المرحلة الثالثة الكلام ده على لسانه قال والله أنا جيت لقيت الوضع القائد الشركة واخد 87 مليون مش عايزة ترد حاجة ما فيش رخص بتطلع أغلبية أعضاء المجموعة اللي مش معايا متواطئين ضدي وأنا ما عنديش حال غير أعمل المجلس أعمل مرحلة الثالثة واشترط عليها إن مقابل المرحلة الثالثة أعمل ملحق للعامل الحقيقة الملحق فيه بنوك قانونية كويسة جدا لصالح السيادلة لكن مجلس اللي عمله دكتورة بعبل اللي عمله دكتورة مجلس إدارة الحالي برئاسة الدكتورة نجوة بيقول إحنا مش معترفين بالملحقة اللي عمل العبل طب أنا عارف إن دكتورة بعبل رفع دعوة برجوعه تاني ده حقيقي الأزمة في المجلس معادها إمتى؟ هي تأجيل تشاري سبعة تمام الأزمة في المجلس في مجلس الإدارة هو محضر بتاريخ ستة ثلاثة محضر مجلس إدارة بتاريخ ستة ثلاثة ستة ثلاثة مجلس الإدارة الحالي عمل محضر اجتماع مجلس إدارة وقبل استقال الدكتور في مجلس إدارة اسمه حسام حسن ووافق في المجلس ده الدكتور هايسام عبدالعزيز على استقال دكتور حسام عزيز أبو نان عليه تم تصعيد أحد أعضاء المجلس اللي كانوا حصلين على أصوات أقل وتم تصعيد المجلس الإدارة المجلس ده الدكتور حسام حسن نفسه قدم شكوى في التضامن بيطعم بيها في التزوير بيقول أنا ما حضرتش المجلس وما استقلتش الدكتور حسام عبعزيز راح التضامن خليني 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 يعني أروح معاك بس الحتة تانية خلاص دي كلها مفادها في أنها دعاوي وموجودة في القضاء لكن المفروض خليني نكلم بقى في الأمر الحالي والوضع الحالي للجمعية والمتحكمين فيها ونعمل إيه أحابب بس أفكر الناس أن إحنا خدنا وعد من الدكتور أبو عبل بأن حالة رجوعه بحكم قضاء أو بتعيين من أعضاء الجمعية مرة أخرى كرئيسة للجمعية بأنه هيحل المشكلة وهيرجع الفلوس في الحال لنتضررين وأنا عارف أنه هو كمان يمكن يكون شايفني أو سمعني أنا حابب أشكره على الهوى بأنه حابب يقف مع الصيادلة لأنه هو حتى كان رده بصيف أنا واحد منهم أنا واحد من الصيادلة ودول زميلي قبل ما يكون الموضوع في جمعية وفي فلوس وماديات فحابب أشكره بجد على الهوى يرجع إزاي؟ بصحك أنا في الآخر لست خص والصيادلة ليسوا خصوم لمجلس إقدار الحالي أنا أي مجلس إدارة أنا في الآخر لا تعني الجماعة أي مجلس إدارة هيحقق أهداف الصيادلة على رأسنا أي مجلس إدارة أي مجلس إدارة سواء الدكتور أشف دكتور ناجد دكتور أبعالي أي مجلس إدارة حزيتني أولا دكتور عاطف في المناشدة اللي كانت والاستغاسة اللي كانت تقريباً على هوى من مستدها مي خليفة صح كده اللي هي والدة الصيدالي والله حابب يعني أنا حابب في اللقائي في النهاية أختم بيها استغاسة دي كل أجهزة الدولة استغاسة دي الرئيس السيسي استغاسة دي كل الأجهزة وقالت أنا بيضيها إحنا قالت كلمة جميلة قوي قالت إحنا الطبقة المتوسطة اللي بتبتح المطحونة اللي شايلة مصر على التح ده حقيق بالطبقة آخر طبقة بالظبط ممكن تسند البلد بزبوط إحنا دلوقتي الوضع الحالي إن فلوس السيادلة في خطر بعيدا عن مين مجلس الإدارة فلوس السيادلة وجماعة السيادلة اللي تقضع على التضامن الاجتماعي يعني إحنا دلوقتي حاليا بالناشد بالناشد وزيرة التضامن الاجتماعي التدخل والتصرف خليني أوجه كلامي لدكتورة غداوالي الدكتورة المحترمة غداوالي بنشدها والله من خلال برنانيج عايزين طلب واحد خلاص إحنا شبه بنحل المشكلة فضلنا طلب واحد عن دي سيادلة يعني أنا أتمنى وأنا عارف إن الوزارات متابعة كل البرامج الخدمية طلبنا هو السيطرة على الحسابات الخاصة بالجمعية صح كده يا دكتور؟ وضمان صرف الشكات في مواعدها لمستحقنها في المواعد أو تعجيل الشكات للناس مفيش داعي أبد أنها تتقصت من جير سابق يعني دكتورة غداوالي المسؤولة الأولى والأخيرة عن وزارة التضامن الاجتماعي الصادلة بيسألوك وبيطلبوا منك وبيترجوك إنهم ياخدوا فلوسهم مصبوطة وفي مواعدها مش عايزين حاجة هم عايزين فلوسهم خايفين من إن أي مجلس إدارة يقدر يتحرك ويحرك فلوسهم وحساباتهم دي فلوسهم هم مش فلوس الجمعية دي فلوس الحاجزين نداء ومناشدة بجد أنا من هنا بناشت دكتورة غداوالي أرجع لك تاني وأقول لك هناخد موقف لحد ما الأمر ده يتحل أه طبعا إحنا مازلنا مستمرين في الأوضايا بتاعتنا إحنا بس كان المفروض هنرفع دعوة باسترداد الأرض أو سحب الأرض من الشركة وإجبار نادي الصادلة يعني إحنا وصلنا في مصر المرحلة غريبة جدا أنا المفروض مني أرفع دعوة باسم الحاجزين عشان أجبر النادي بتاعهم اللي المفروض بيدافع عن حقوقهم إنه ياخد حقوقه اللي موجودة في العقد ويسحب الأرض إحنا بس مأجلين الدعوة علشان محدش يقول إن الدعوة هي السبب في وقف الترخيص صح بمجرد ما يعد المعاد اللي قالوا عليه هتتربع الدعوة وهتتسحب الأرض وأعضاء مجلس الإدارة اللي آخر لقاء معاهم مع الحاجزين مع بعض الحاجزين وعدوا إنهم مش هيسكتوا للشركة أكتر منك إذا ما نفذوش الالتزامات اللي عليهم في العقد إحنا هنقوم مقامهم ونحل محلهم ونلجأ للقضاء لإجبارهم على أغز حقوقهم ليحقوق الصيادلة جميلة وأنا شايف كده حتة غايبة شوية شايف شركة جولدن بعدت عن الموضوع عمالها بتبعد شوية شركة جولدن بتدير النادي شركة جولدن مصدرة النادي للصيادلة بالزبط زي اللعبة الأمريكية إحنا بنصدر العرب لبعضيهم واللي يكسب بتاعه مجلس الإدارة في حرق الصيادلة قتلوا مجلس الإدارة خدنا الفلوس خدوا الفلوس لكنها الطرف يا دكتور لكنها هي الطرف الأساسي اللي خد مئة مليون جنيه في الآخر مجلس الإدارة ده مجرد لعبة في إيد جولدن يعني هي أخدت فلوس من الجمالية واخدت سبعة وتمانين مليون جنيه تحطوا في تمن الأرض اللي بتتدعي أنها دفعت تمنها من جيبة شركة جولدن أسست سنة 2011 وأصحاب على الحاليين دخلوا في سنة 2013 يقولون أي سابقة أعمال لهم وأنا جبت قبل كده في البرنامج ده السجل التجاري للشركة وأثبتت أن كان رأس مال للحد 2013 خمسين ألف جنيه أو نص مليون جنيه النهاردة بقوا بك النهاردة رأس مال للشركة حوالي خمسة مليون جنيه شركة إلف خمسة مليون جنيه تاخد سبعة وتمانين مليون جنيه من إيه بالعقل يعني من إيه الله أعلى وأعلم مصري فيها أبواب كتير والله ده سؤال سؤال بيطرح نفسه أنا يهمني يعني ويهمني والله الشركة ترد وتبرق نفسها وأنا جاهز لده وجاهز دايماً بإن الناس ترجع تبرق نفسها بتمنى بتمنى كل شخص بيسند لي اتهام يبرق نفسه يعني أنا ما عنديش أكتر من كده ما عنديش مناشدة أكتر من كده ما عنديش استغاثات أقدر أقولها للصيادلة أكتر من كده إحنا داخلين على شهر الخير أنا شايف إن كل واحد عنده حق يرجعوا الأصحاب وإن ما رجعوش أنا بأقسم في هذا البرنامج بإن إحنا هنكون سبب وطرف رئيسي في إنه حق يرجع أنا عايز أكد على ثلاث نقاط رئيسية أولاً الناس اللي استلمت شكاتها أو اللي هتستلمت شكاتها إحنا معاكل حد ما تصرفوا آخر شي الناس اللي مستمرة في الشقة في استلام الشقة ده حقوقوا وإحنا معاكل حد ما تستلموا الشقة بالمواصفات المطلوبة المنصوص عليها بالعقد وهنرفع كل الأضايا الممكنة الناس اللي خايفة على حساباتها اللي في نادي السيادلة إحنا بنقول لهم كل المجموعة توقف دفع إقصات وما فيش أي تدفقات مالية للشركة إلا لما الشركة تنفذ التزامة وبالناشد الوزيرة معالي الوزيرة غادة والي ووزير التضامن إنها تضع إيديها فوراً على حسابات النادي وتضملنا شخصياً عدم تصرب أي مبالغ من الإساب ده لشركة جولدن اللي إحنا لا نأمنها وبناشد الإدارات المختلفة لنادي السيادلة الوقوف جنب زميلهم يا جماعة الناس مش هتصبر أكتر من كده وليأس إحدى الراحتين وإذا يأس تياريس الناس من القانون هتحصل مشاكل مش هنقدر نحله أنا أصدق أنا من هنا أنا متأكد إنه فيش يأس بإذن الله متأكد إنه مؤسسات الدولة ودايماً مستمر في ده وبقول مؤسسات الدولة فيها كتير قوي كويسين وفيها كتير بيرجال حقوق على رأسهم سيد الرئيس بيدير المؤسسات بشكل منطقي جداً على المستوى الشخصي عجبني جداً واثق إنه أول ما الشكوى بتوصله بتتحل أنا متأكد إنه ما فيش يأس معايا بس اتصال أخده أرجع كامل مع حضرتك لو أستاذ أحمد ممضوح أهلاً سلام عليكم أحنا عليكم أستاذ براهيم إزاي حضرتك يا فاندن إزاي حضرتك يا فاندن حضرتك استكمالاً أظن يعني لسه بيقول لي في الكنترول استكمالاً للسوق العقاري والمشاكل العقارية اللي إحنا وقعين فيها اللي معنا المتحدث عن أحد ضحاياها أو عن ضحاياها كاملة قلنا يا أزاحمد والله الموضوع ببساطة تم يا أستاذ إبراهيم إحنا أكثر من 600 أسرة شاريين في مشروع في الهضب الوسطى في المؤطم اسمه فلورينتا ريزدنس المالك ليه أو المنفس كمان ليه شركة أبراج مصر تمام دي ملك مين الشركة دي الشركة دي بعت لنا ملك مين أبراج مصر دي شركة دي أبراج مصر دي ملك مين مين هو اسم مجلسة الزرق الشركة اسمه علي ربيع علي تمام والمدير التنفيذي اسمه إهاب لبيب تمام عملت المشروع وبعدين الشركة طبعاً بعت لنا المشروع في 2013 و2013 قالت لنا أنا بتسلمك مشروع منتجع سياحي كامل بتسلمك شاقتك متشطبة سوبرلوكس بالديكور بالمرافض جميل وصلنا لإيه وصلنا لإيه وصلنا إن ما فيش حال حضرتك عبارة عن شوية شوء مبنية ما فيهاش لا كهرباء ولا مية ولا متشطبة ولا فيه أي حاجة تدل إن دا تكون فاوند ولا أي منتجع فيه ما حصلتش حتى العشوائيات العشوائيات دي بها فيها مرافض تمام ولما نزل يعني بنبعد طبعاً قعدنا مع الشركة كتير ونتكلم يا جماعة عايزين الكلام دا من 2012-2013 كان تاريخ استلامكو إيه أنت لقى المفروض كنا نستلم في ديسمبر 2015 2015 2005 إيه دا النهاردة في حضرتك نتكلمني إحنا في شهر 5-2018 تمام دا تلات سنين دا تلات سنين فعلاً بي حقيقة التلات سنين ما استلمتوش تلات سنين ما استلمناش طب والشركة وضعها إيه الشركة وضعها كل ما ديجي تقول لها يا جماعة تلمونا يا جماعة خلصوا تشريب ما فيش فلوس دلوقتي يا شاطب ما فيش مرافض طب بشو أخذ منكم الفلوس طب بشو أخذ منكم الفلوس واخذ مننا فلوس طب تمن الوحدات كده متهيالي أظن كده إنه تمن الوحدات كلها تسدد صح؟ أغلبنا مسدد وحداته بالكاش أنا واحد من الناس دافع تمن الشقة كاش من 4-20 لا أنا حابب أوجه الأول قبل ما يعني أنا حابب أوصل للموضوع كامل شركة أبراج مصر دي مقرها فين الأول مقرها في شارع النزهة شارع النزهة وفي مقر الرئيسي بتاعها في التجمع الخامس قدام مسجد فاطمة الشارباتلي دا الإدارة هناك كلها طيب أنا حابب دلوقتي يعني أعلن وبقول شركة أبراج مصر اللي رئيس مجلس الأدارة بتاعها الأستاذ علي ربيع علي يراجعنا ويوفينا بهذا الأمر إن كان حقيقة أو كذب أو باطل يعني إحنا نتمنى إنه يرد علينا وكملينا طب كملينا أستاذ أحمد وبعدين مفيش حضرتك إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين أصلا نستلم الشوق يعني حتى يا جماعة طب شطبولنا الشوق طب دخلوا المرافق طب إيه اللي موقف المرافق طيب الحي بقى رافض يدخلهم المرافق علشان الشركة بانت أدوار مخالفة آه في المشروع آه يعني هي شركة أصلا في الأصل حتى ترخصها خلف الترخصها الزف وبانت أدوار مخالفة وضم شارع جوه المشروع الشرع ده مصد ما كانش يتعمل له قرار ضم لا أنا ما ظنش بكلام ده أسو الزحمة دي يخلص في مكالمة يعني يعني مش عارف أقول إيه أتأممنا أجي يعني لا 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 الأول بس يعني خليني بس عشان أكون صريح معاك هرجع لشركة أبراج مصر ورئيس مجلس الإدارة ونشوف الموضوع إيه يا دكتور عاطف اللي بيحصل لها إيه اللي بيحصل في مصر أبراج مصر بعض الأستاذ أصحاب المشروع ده هؤلاء الشارعين بمشروع جنة المكتب وعندهم نفس المشكلة لا لا أنا خليني أكلمك في حتة تانية إيه اللي إحنا فيه من سوق النصب العقاري ده مش عايز أقول إن كل الشركات الدولة رفعت إيديها عن السوق العقاري وبالتالي ثابت المواطن البسيط لعبة في إيد مقامرين المشكلة إن الشاب دايما الشاب في مصر مشكلته شقة الشاب مشكلته شقة دايما فالنهارده اللعبة دي سهل إنك تخفض له سعر إنك تدي له عرض فبتجيب رجله زي ما بيقوله بيتلعب بالأمار محطوط على ترابيسة الرولد وكل شركة نارضة أقول لك على مفارقة وده اللي موقعنا في النصب العقاري ده الشركات بتعمل القاتي بتعلن عن المشروع وهي ما أخدتش الأرض أصلا ده اللي إحنا حصلت ما أخدتش الأرض مش مشترتهاش ما حطتش يعنيها لسه على الأرض عملت مكتات مهاندسي يعمل المكت وياخد خمسين سبعين ألف جنيه وتعلن عن وجود مشروع وتتقبل فلوس وتشتري بفلوس غيرها طب يواجهها عقبات بعد كده مرحلة التانية أو التالتة تشتري المرحلة الأولى بالضبط وآخر مرحلة صاحب الفلوس بس هقولك على حاجة يعني خليني برضو أكون عادل في شركات كبيرة أو في مصر وشركات محترمة جدا موعدها ما بتجلش يوم لأنه بيشتغل بفلوس ومش بأحلام حاجزين مظبوط مظبوط أنا بش عارف أناشد مين يعني وزير الإسكان في ده مفيش حل غير الرئيس يتدخل ويحل المشكلة دي لا ما هو خليني برضو صريح مع حضرتك خليني صريح مع حضرتك الرئيس مش هيعمل كل حاجة كويس هو النهاردة يعني مؤسسة الرئاسة دورها أنها بتتابع المؤسسات الدولة النهاردة في وزارات الحقيقة ما فيش حد بيشتغل إلا بتوجيهة الرئيس أنا عارف شئنا أم أبين الدولة دي أقيمت على النظام الرئاسي وليس النظام البرلمان مش عايزة أخذ في ده مش عايزة أخذ في ده ولكن النهاردة اللي العقوبات راضعة بيستنوا الرئيس لما يقلوهم مش عايزة أوصل لده حتى بس يعني مش عايزة أتخل وأخرج من الأمر ولكن عايزة أوصل للجزئية بس أنه الرئيس ادى الصلاحية للوزير أنه يتابع الأمر طب هنا مشكلتنا في السوق العقاري ده والتلوث في السوق العقاري مشكلة وزير إيه؟ مش وزير الإسكان ولا أنا قلطة وزير الإسكان وتشريع من البرلمان يغلز العقوبة بالزبط اللي بيتاجر بأحلام شاب زي اللي بيتاجر زي اللي بيتاجر في المخدرات المفروض تعدم انت حقك لما تاخد مئة مليون جنيه من شباب وفي الآخر بتواجه تهمة نظم أو جريمة نظم عقوبتها ثلاث سنين صح صح أخد بس اتصال محمود من المنوفية سلام عليكم أنا أسر لأزهايك سلام واطلا وبركاته اتفضل عليكم السلام واطلا وبركاته تفضل بولي حضرتك أنا كنت مقدم في الإسكان من ثلاث سنين أو أطبع أنا البرنامج أصبح إسكاني اتفضل يا سنين حمود والمهم بعد ما قدمته وفي الموظف جالم الإسكان وقال لي ان انت يعني تستاهل شقة وعين عمل بحث عني وعن أخواته عن كده تمام تمام ورجع تاني قال لي البنك الكاهرة هيتابع معاك تمام فرجع بنك الكاهرة بعت لرساله على الموبايل لان ما ينفعش ان طلبك مرفوض ان انت مش موظف يعني تمام ففي شرط من الشروط ان انا لو مش موظف اجيبش شهادة من محاسب قانوني ببيان الدخل طيب جبت ده وعملت ده ففعلا جبت الورق وقدمته تمام التمام ورجع تاني قالولي اعمل رسوم استعلام عملت رسوم استعلام رحت مدينة السادات تاني تمام وقدمت الرسوم وتمام وخلصت كل الأوراق طيب ورجع تاني وصلنا لإيه وصلنا لإيه يعني خليني أقول في الآخر اترفض الطلب بتاعك الطلب بترفض طيب انا بقولك دلوقتي وبطلب منك سيف في الكنترول بياناتك وأنا من مكاني ده يعني بناشد وزير الإسكان انا تقريبا الحلقة كلها خاصة بالإسكان بتكلم دلوقتي وبطلب زي ما طلبت من دكتورة غدا والي بناشد المتحدثين الإعلاميين لوزيرة الإسكان اللي بوعد كل مشاهدنا إن احنا هنتابع معاهم هنتواصل معاهم عشان نحل المشاكل دايماً أي مشكلة بتدخل البرنامج ده بإذن الله بنحطها في رقابتنا زي ما وعدنا كل الناس وكل السائلين على المستوات الشخصية وكل المجالات إن احنا بإذن الله ربنا جعلنا سبب بتحل مشاكلهم زي ما بوعدكم إن أنا هتابع كل المشاكل الإسكانية مع وزارة الإسكان هنعمل وهنفتح الخط معاهم ونتواصل معاهم ونشوف الحل فين وبإذن الله هنحل من المنبر ده بإذن الله بوعدك بوعدك دكتور عاطف بوعد الصادلة بوعد ضحايا أبراج مصر بوعد كل حد عنده مشكلة هنوصل صوته ده دورنا ده دور الإعلام الهادف ربنا يا جعلنا منه بإذن الله خلص حلقتنا لكن مواضيعنا ما خلصتش صفحات تواصل مش هفكركم موجودة على الشاشة دايما أرقام التليفونيات موجودة 24 ساعة اتصلوا علينا وإعرضوا مشاكلكم خلصنا المشاكل القانونية برجع أقول لكم تاني إنه عندنا المشاكل المادية عندنا المشاكل الاجتماعية بإذن الله زرعنا النهار ده البزرة بطالب كل حد بيتفرج علينا إنه يتبرع لنا علشان غيرنا مش يتبرع لنا لنا يتبرع لنا علشان إخواته المحتاجين عندنا كتير قوي غارمين عندنا كتير قوي مرضى بإذن الله ربنا يجعلنا سبب في دخل شهر خير يكون خير على كل مصر كل سلام طيبين وأشوفكم في الحلقة الجاية والأسبوع الجاية مع دفتر أحوالي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة